نهاردة كمان ميلاد فنانة عزيزة على قلوب كل محبيها كانت حياتها مليانة بالمواقف الإنسانية والفنية هي الفنانة دلالة عبدالعزيز اللي اتخرجت من كلية الزراعة جامعة الزأزي واكتشفها نور الدين الدمرداش وقدمها للجمهور واشتغلت مع ثلاثي أضواء المدينة من خلال مصرحية أهلا يا دكتور دلالة عبدالعزيز اتوفت بعد ثلاث شهور من رحيل زوجها الفنان سمين غانم بسبب فيروس كورونا وهي أم الفنانة دونيا سمير غانم وإمي سمير غانم يعني أعمال كتيرة قدمتهانا الراحلة دلالة عبدالعزيز هتظل خالدة وعليقة في أذهان كل محبيها من فينا ما ينساش دورها في الناس في كفر عسكر مع الفنان الموهوب الجميل صلاح السعدني وأحمد بدير في المآسف على الإزعاج وغيرها من الأعمال الكتيرة اللي قدمتها وفي الحقيقة يمكن بشهادة كل الناس اللي موجودين في الوسط الفمي دلالة عبدالعزيز كانت أم بمعنى الكلمة وكان فيه علاقة يعني خاصة جدا بتربطها هي والراحل سمير غانم ويمكن الكل ربط فكرة رحيل سمير غانم وراحيلها بعد ثلاث شهور إن حتى دلال عبدالعزيز لو كانت كملت يعني بعد إصابتها بفيروس كورونا كانت حتما يعني هتكون حياة مأساوية بالنسبة لها لأن هي فيه علاقة شديدة جدا وكانت بتتعلق دايما بالفنان سمير غانم ويمكن كل الأحاديث الخاصة بالفنان الراحل الجميل المبدع الكوميدي سمير غانم كان دايما بيتكلم على دور دلال كأم موجودة في البيت وقد إيه هي يعني بتقدر لها تدير بقى كل الأمور في منزلها وكمان دلال عبدالعزيز كانت عاشقة للعلم والمعرفة اللي ما عرفش بقى دلال عبدالعزيز إحنا قلنا هي خرجت كلية الزراعة جمعة الزازيق هي خدت بكريليوس إعلام من جمعة القاهرة خدت كمان لصانس أداب قسم لغة إنجليزية من جمعة القاهرة وكمان حضرت دبلوما في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجمعة القاهرة فهي عشقة فعلا للعلم وغير إنه هي يعني يمكن ده نعكس بقى فكرة تربيتها للفنان الرائعة دونيا وإنجلي دونيا وأمي يعني خلينا أقولك يا أحمد النهية زي ما أنت قلت هي ما كانتش بس بتدير شؤون البيت هي كان بتدير شؤون أمي ودونيا والفنان سمير غانم نفسه كانت بتطلع كثير قوي في لقاءات لها بتقول إن هي اللي بتهتم بكل شؤونهم من أول المكان للكوافر للبنات هيعملوا إيه أنت بتتكلم كمان عن علاقتها مع الوسط الفني علاقتها طيبة جدا كانت مع الرحيلة طبعا رجاء الجداوي وقربها من الفنانة طبعا ميرفت أمين ده غير إن هي كانت معروفة زي ما أنت قلت إن هي أم للجميع ما كانش فيها عزة يمكن ما بتحضروش شفنا دافت أكثر فنانات كتيرة جدا كانوا رايبين من بعض بنتكلم على يسرى بنتكلم على ناس كتيرة قوي تأثرت وفي هيك تفاجعت حتى جمهورها